يا صباح الورد والياسمين على حبيبي في كل مكان يا رب تكونوا بخير النهاردة جايبها لكم وصفة دبابيس ستعامل في الفرن للناس اللي هي ما عندهاش وقت انه هي تطبخ وتعمل اكلات وتحضر وبتاع فاحنا هنعمل دبابيس لفراخ اكلة حلوة خالص ما بتاخدش اي وقت اتمنى ان الوصفة تعجبكم وانه وتعرفوني في الكومنت يلا نبدأ الوصفة انا عندي دبابيس فراخ الكمية طبعا الموجودة عندي انا الدبابيس دي غسلها كويس خالص ده بعد الغسيل هعمل لها فتحات بالسكينة علشان لما اعمل التدبيلة تتشرب من التدبيلة والتدبيلة تدخل في كل حتة في الفراخ انا عايزة لحمة دبابيس من جوه يكون متبل التدبيلة بتاعتنا بصلة ونصف فلفلة السبب ان الفلفل ده حار جدا يعني الحرارة بتاعته صعبة خالص انا اخدت نصف واحدة واخدت بصلة صغيرة واثنين فاستوم وطلت طماطم حجم صغير يعني ممكن نستبدلها بواحدة كبيرة عادي اخد كل المكونات دي وانزل بها في الكبة ممكن نستبدل الطماطم بالسلسة التدبيلة دي ممكن نخلي اللي فراخ فيها نصف ساعة نجاب ما ندخلها الفرن لو مستعجلين خالص خالص ممكن نعملها وانا ونحطها في الفرن على طول التنين هتبقى حلوة مفيش مشكلة خالص هفرم الحاجات بتاعتنا يعني حوالي تسعين في المية مش مية في المية هنا التوابل اللي هستخدمها ملح زي ما انتوا عارفين انا ما بحب بشاكتر في التوابل هنا ملح وفلفل اسود وحط كمان بابريكا وشوية من الزيت ومعلق الديبس الرمان ده اللي انا حطيته في الاكل بتاعي لكن انتوا لو حابين مثلا نضيفوا السبع بهارات او اي حاجة تانية انتوا بتحبوها في راحتها في الاكل فما فيش مشكلة خالص كل واحد يعمل اللي هو بيحبه الاكل ازواق هميكس التوابل في الخلطة بتاعتنا كويس خالص وتضبط الملح بتاعك جبما تحط الفراخ علشان لو الملح كان ناجس هيكون فيه رحة زفارة للبصل طالع حتى لو ادخلت الفرن واستوته كده بس برضا يبغى فيه رحة زفارة فلازم تضبط الملح هنا انا عندي الصينية دهنها بالزيت بنزل الدابة بيسة تابلها كويس خالص وتأكد انه التتبيلة راحت للفتحات وتحت الجلد وكله وبع كده برصها في الصينية ممكن نسيب لي فراخت اياه نص ساعة لو احنا مستعجلن خالص عاد ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية على الرف المنفوق علشان تاخد لون على طول علشان الدبابيس ما بتاخدش تسوية كتير فتاخد التسوية وتاخد اللون كمان معها بالمرة فاحنا هنحطها على الرف العالي هنا بعد ما تابلت كل الكمية دخلتها الفرن على الرف العالي على درجة حرارة نار عالية علشان ما ما سبهاش تسوية وبع كده شغللها للشواية ده اخدت اللونك ده من الرف العالي مش من الشواية عملت معها رزب الشعرية طبعا الرزب الشعرية اللي انا بعمله ده يعني ده عايز فيديو لوحده ده بشهادة كل صحابنا هنا والمعارف واللي جربوه عندي يعني ده حكاية لوحده بس فاتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم وتجربوا مرة تعملوها من غير توابل كتير يعني هو بس ملح وفلفل ولو حابين اللي تحطوا البابركة اوكي لو مش حطينا برضو مفيش مشكلة وتشوفوا طعم الفراخ عامل ازاي هيكون مختلف تماما عن اللي كله نكهات بس ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد سيو باي باي